بسم الأب والأمن والروح القدس الإله الواحد أمين دروس من التاريخ دروس مجرد مش هحكي بقى أحقاب وتواريخ لكن عاوز أدي فكرة أدي إيه التاريخ ده مفيد لأني طبعا نفسي ترجعوا كلكم تجيبوا كتب في التاريخ التاريخ قصة وقصة جميلة فلما تقروها هتفهموا حاجات كتير قوي من اللي بيحصل النهاردة وتبقوا حابين الكنيسة أكتر والانتماء بيزيد يعني هما ليه بيدرسوا تاريخ مصر في المدرسة المفروض الغرض منه إن الانتماء لمصر يزيد بس طبعا بتعتمد على مدرس التاريخ نفسه ممكن يخليك تكره مصر كلها لكن لو هو مدرس ساطر الحياة تاريخ مصر كمان ممتع الفراعنة والإنجازات القديمة والحضارة وفيه تاريخ فعلا جميل جدا لو عرفته هتحب بلدك أول لكن تاريخ الكنيسة الإبطية برضو ممتعة وبما فيه من صغرات وأحزان والطهدات لكن في الآخر بيوصل لحاجات كتير تعالوا ناخد بعض الدروس أنا مجرد يعني شوية معاني كده من التاريخ أول رسالة من تاريخ الكنيسة هي أن الكرازة تحتاج الكل والكنيسة تحتاج للكرازة يعني إيه؟ تاريخ أول حصة خدناها لو تفتكروا كنيسة كارزة لأن الجيل الأول كان أهم حاجة فيه إيه؟ الكراز لأنه عشان المسيحية تنتشر المسيحية دي كانت 120 نفر في أعمال واحد اللي سابهم المسيح ينتموا ليه بالعدد كانوا 120 واحد ومتسجل الرقم ده في سفر الأعمال إصحاح واحد نزل يوم الخمسين نروح القدس وبعدين انطلقوا انطلقوا حسب الوصية بتاعت المسيح اذهبوا تلمزوا العالم أجمع فأقل من 100 سنة لقينا نص العالم على الآل يبتدى يتغيش يبقى واضح ان الكنيسة كانت الكرازة أهم رسالة في دمخ والكرازة معناها مش انك تهتم بواحد مسيحي معناها انك انت بتهتم بشخص ما يعرفش المسيح عشان يعرف المسيح احنا الفكرة دي بقيدة عن أذهلنا للأسف لأننا عشنا في بيئة أو في ظروف دايما فيها قهر وفيها تحذير وفيها تخويف في احنا كنا بنلملم فرحنا لكن حتى الكنيسة الأولى كان عندها القهر والتخويف ما كانتش بتلململم فرح كانت مركزة على الانطلاق للخارج كمان مبدأ ان الكنيسة لم تقف عند حد يعني ما اكتفتش مثلا انه أنطاكيا بقت مسيحية انطاكيا دي كانت بلد كبيرة قوي من أوائل البلاد اللي دخلتها المسيحية قبله مصر على فكر يعني قرشاليم طلعوا الانطاكيا لما تقرد تسلسل الأحداث وبعد كده بولس الرسول دخل أسيا بعد شوية نقل على اليونان طب هو ليه ما بيقفوش ده كل بلد من دول فيها ملايين يعني كان ممكن يقول ايه طب نخلص البلد وبعدين ندخل فيه بعدها لقى الروح القدس ما بيقولش كده بيرمي بزرة هنا وبزرة هنا وبزرة هنا ونشتغل على مهلنا بعد كده فدي طريقة ربنا انه مش بالضرورة نخلص حتة وندخل في حتة ده تفكير الناس العادي تفكير ربنا ما كانش كده ارمي ده هناك وده هناك وده هناك وع كل واحد يشتغل وبعد سنين طويلة هيتباني النتائج فما اجتمعوش التلاميذ مثلا حتى على قارة واحدة او على بلد واحدة وقالوا نكسف نشطنا نخلص وننقل لا لا كل واحد خاتفه واشه بلد بنروح القدس كل الرسول انشغلوا بالكراز ما فيش ولا واحد بالرغم بقى من ايه من ان شخصياتهم مختلفة تماما يعني واحد زي يحنى الحبيب الشخصية خجولة الشخصية الخجولة مش انسب شخصية للكرازة لان الكرازة عاوزة واحد برضو جريء هيكلم مع ناس مش من بلده طب يوحنى ده مش جريء ومع كده بشر في اسيا الصغرى طب وليس الراجل عنده كذا لغة ومثقف وبتاع لكن واحد زي توما ده شكاك وعلى قدس يعني واحد يهودي يروح الهند اخر الدنيا وده الهند عندهم ثقافة عالية وحضارة اذا واضح انه الكرازة دي ما كانت واقفة على حد وكلهم انشغلوا بيها رغم امكانياتهم البسيطة وكان كل العالم هو حق للخدمة يعني حق للخدمة ما كانش مصر ولا كان فلسطين ولا كان روما لا حق للخدمة هو كل بني ادم لبقى ده اول درس الكنيسة ترجع زي ما ربنا اصدها لما تفكر بالطريقة دي تفكر بنظرة جلوبال كده تفكر بقلب ربنا الذي يريد ان الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلهم كمان احنا دايما نقول الكارزين بتاعنا اللي بيدرسوا الكرازة شوفوا انتوا في ايديكم النهاردة انجيل يعني يوم هتتكلم مع حد هتديله انجيل يقرأ وهتديهوله باللغة بتاعته كمان لان في زيادة عن 500 لغة مترجم فيها الانجيل انما تصور في القرن الاول هما بيكرزوا بدون حتى كتاب بيكلموا عن المسيح اللي شفوه عشو معاه لكن مفيش كتاب مفيش مرجع واحد في ايديهم ومعها كده نجحوا يقولوا في التسبحة فتنوا المسكون يبقى واضح انه كان فيه نعمة من ربنا والروح القدس بيشجع لانه هم تلاميذ للمسيح فقدرين يتلمزوا الناس على نفس الشغل اللي تكبروا عليه وتعلموا منه فاول درس في التاريخ الكرازة لازم تبقى جزء من حياتنا ما كانتش تاخد كل دماغنا لازم تصلي للناس اللي ما يعرفوش المسيح لازم تحبوهم لازم تنور لانه يروا اعمالكم الصالحة ويمجدوا اباكم الغريب كمان ان الكرازة حفظت الكنيسة وسط الاتهدات يعني ايه الطبيعي لما يجي اتهد شديد يحصل ايه الناس تنكمش وتاخد جنب كان يحصل عكس كده لما يجي ضغط جديد الناس تسلت وتروح بلاد تانية تقوم تتكلم عن المسيح فكان ربنا يسمح بالاضطهاد فيحرك الناس لبر يعني يقولوا لما قتل استفانوس حصل بقى اليهود افتروا بقى موتوا واحد من الكبار بتوع النصارى دول فايه زعتوا فيها اللي حصل ان اليهود الذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلم لقينا الاصحاح اللي بعده بلد كاملة رجعت للمسيح السامر السامرة رجعت على يد في لبوس لمجرد انه استفانوس ده مات فقدام استفانوس اللي استشد كان فيه الافات بيؤمنوا ولما تقروا التاريخ تلاقوا نفس الكلام رجرجس ليه المسيح سابه يتعذب سبع سنين سبع سنين بيتعذب وفي الاخر استشد كما كان يستشد من اول يوم ليه العذاب ده كله اثناء رحلة عذاب ماري جرجس يقوله الاف مؤلفة امنه بالمسيح وهو بتعذب شايفين صبره وشايفين ده امير يعني ردب عالي قوي وشايفينه عائل جدا وصابر ومتمسك بايمانه وبيكلم بمنتهى الثقة وبيكسر في فكرة الاوسان الاف امنه فاصبح ماري جرجس كارز وهو شهيد لانه استشد في سنوات فيبقى واضح ان الكرازة بتحفظ الكنيسة بمعنى من غير كرازة كنيسة تنكمش وتتقلص وتضغط عليها لكن لما ييجي الضغط تقوم الكرازة تزيد ده بيخلي الكنيسة تكسب ما تخسرش لدرجة واحد من المؤرخين قال شعار مهم قوي في التاريخ قال دماء الشهداء بزار الكنيسة يعني دم الشهداء كان بيفتح ابواب جديدة ويكبر الكنيسة على عكس التوقعات اللي بيتطهدوا الكنيسة عموم تاني درس من التاريخ انه الكنيسة ما بتشوفش يوم راح وان احنا ما نتوقعش ان الكنيسة على الارض هتاخد اجازة هيفضل ربنا يسمح بضيقات ويسمح باخطاء لكن قصاد الضيقات والاخطاء فيه بركات وفيه قدسين بيزهر يعني ايه لما نقرى التاريخ الوحد ايه ينهج ايه ده يا ده الكنيسة غالبانة بجد دي مرتحتش ابدا يا دوب شمينا نفسنا بعض الرومان جل الطهد اللي بتاع الهرطقات الاباطرة اللي مشوا مع اريس ونستور خلصنا دخلوا الجماعة حبايبنا طب وبعدين ما فيش اجازة ما فيش لانه الانجيل قال جميع الذين يريدون ان يعيشوا بالطقوة في المسيح يسوع يضطهدون اذا التاريخ بيقول انه بما ان المسيح اتصلب وعاش حياته كلها مضطهد الكنيسة كده برضو هترضى المضطهد وبطراجات يعني فيه امواك كده فيه موجة بتبقى عالية قوي وفيه موجة هادية شوية بس هي حالة ضغط طول الوقت ومع كده حالة الضغط دي المفروض انها تكسر الكنيسة لا جايبة نتائج رائعة يعني لما طلع اريوس يبلبل الناس اكيد الناس قالت ساعتها ليه ربنا يسيب واحد يلخبط دماغ الناس كده ويسيب اباطرة يمشوا وراء وليهم سلطان انهم هيأثر على الناس ما تستنم ربنا لما ساب اريوس يطلع طلع بقى اسا ناس يزو طلع بسيليزو طلع غريغول يزو طلع يا مقدسين اتكلموا عن لهوت المسيح ما كانوش هيركزوا في الموضوع ده لو ما كانش فيه اريوس يلخبط الناس لكن كمية الكتب اللي طلعت والقدسين اللي وقفوا يدفعوا عن الايمان المستقيم وكنيسة طيب لما جي زمان الاضطهاد انتو ما تعرفوش اسماء الناس اللي كانت بتعذب المسيحين ولا الولاء اللي كانوا ما تسمعوش غير عن اريانوس دقليديانوس اتنين تلاتة انما احنا نعرف مئات الاسماء من الشهد يبقى التاريخ احتفظ بمين في الاخر مش باللي بيعذب باللي بيتعذب فاصبح الكنيسة غنية جدا بقدسيها وشهداءها في الوقت اللي المنظر من برا طب ليه بس يا رب ليه تم تريح الكنيسة شوية ليه طلع واحد مفتر يأذي شعبك يعني طب ما انتخلصنا منه وخلاص لا هو ربنا هيخلصنا منه بس في السكة هيكون طلعوا شهداء ومعترفين حتى زمن الصراعات زي ما جالي سؤال كده يقول يعني الواحد قلبه بيوجعه لما يسمع عن صراعات الكنيسة ربنا سامح لان البشر لهم ارادة حرة والناس ممكن يبقى جواهم ميول مش مظبوطة في وقت بس ده ما يلغيش ان في كل ما كان فيه قدسين وفي كل الكنيس دي كان فيه ناس مخلصين وبتصلي الربنا وبتطلب وحدة الكنيسة ووحدة الايمان اذا الواحد ما يتخضش لانه في الاخر ربنا شغال وكنيسة قوية وفيه كرازة وفيه انتشار للمسيحية وكل حاجة رغم الصراعات دي كلها يبقى ده تاني درس ليه لان ده بالضبط الدرس اللي بيحصل في حياتك انت الشخصية يعني ما يحدث للكنيسة عموما هو يحدث في حياتك انت كمان خصوصا انت كمان حياتك فيها اوجاع وفيها مرار وفيها اخطاء لكن المحصلة النهائية ايه هتقرب من ربنا وهتدخل للسماء بسبب ده كل فيبقى مفيش حاجة غريبة قوي ولا عجيبة لان اللي بيحصل معك حصل في الكنيسة درس ثالث من التاريخ قد لا يرى الانسان نتائج تعب لما تقرى التاريخ كويس تلاقي كل العظماء في التاريخ ما شافوش في حياتهم نتائج اتعبهم فده درس مهمة في التاريخ لانك وانت بتتعب النهاردة بالذات في الخدمة مصدروري تشوف كل النتائج عشان كده مثلا بدأت بقية عن دانيال دانيال قعد سبعين سنة في السابي ده واحد من اللي خده السبعين سنة كامل يشتهي رجوع شعبه لبلده هما طلعوا كشباب صغير من ورشالين مسبيين راحوا بابل عاش يعني يقولوا مثلا طلع 16 سنة قعد لغاية 86 سنة فحضر لغاية آخر مرحلة في السابي وبعدين ربنا قال له ايه دانيال روح انت بقى كفايا روح ريح ريح يعني تعال عندي اذهب للنهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الايام اذا دانيال نفسه محضرش يوم ما كورش اعلن عودة المسبيين حصلت يقال بعدها بسنوات بسيطة قول بعض بيقول في نفس السنة انه كورش رجع بقى المسبيين طب ده ده الخبر اللي عايش دانيال مستنية طول حياته كان بيصلي انه شعبه يرجع تاني يعمر ارشاليم مش فرق لانه في الاخر رايح السنة وارشاليم مش هي الهدف على نفس المسأل ده تلاقوا ماريمورقوس ماريمورقوس مات سحلوه في اسكندرية سحل وكان الوسانين صوتهم عالي جدا وكانت لسه الكنيسة مبتدئة وعدد المسيحيين اللي تعمدوا في اسكندرية ما كانش لسه ضخم النهاردة ماريمورقوس شاف بقى من السماء بعد ما ميشي ازاي اسكندرية دي كلها بقت مسيحية بعدها بمئة سنة ومصر كلها دخلت الإيمان المسيحي وطلعت اكبر معهد لهوتي في العالم وبتطلع قدسين عظام كلهم تلاميذ ماريمورقوس هل ماريمورقوس شاف ده كله لا هو تعب تعب في حياته وبشر واكتهد لكن في الآخر ما شافش ده كله ما نروح لواحد زي الاستاذ حبيب جرجس ده من مئة سنة بس استاذ حبيب جرجس ده شماس الراجل قد حياته للتعليم الكنس وخطف وشه بقى ايه مشاكل الدنيا كلها لأن الناس كانت مش عاوزة تتعلم وفكرة الكتاب هي الاهم وفضل يسعن للاكلريكية ودخل مدارس الاحد طب كل الاسقفة اللي طلعوا في الجيل اللي فات ده تلاميذ حبيب جرجس بما فيهم البابا شنودة مثلا البابا كيرولوس كل دول تلاميذ حبيب جرجس تلاميذ الفكر ده طب هو حضر كل ده ما حضر هو تعب وتهد حيله لكن في الآخر على سنين طويلة فيه صمر كتير واحد زي أمبان طونيوس لما طلع الجبل في البحر الأحمر طلع لوحده وعدله كده سنوات طويل وبعدين شوية شوية تلامه عليه اثنين ثلاثة يبقى رهبان وعلى آخر حياته كان فيه عدد لكن هل أمبان طونيوس كان شايف ان الرهبان هتنتشر في العالم كله وانه كل دول هيرجعوا الكتاباته ويسترشدوا بيه ويتشفعوا بيه كأب الرهبان ما شفائش لكن بسبب الأمبان طونيوس الرهبانة موجودة في كل العالم حتى الرهبانات الكاتوليكية بتتشفع بالقدس أمبان طونيوس وكتير يحبوا اسمه أنطونيوس في الرهبان حتى الرهبان الغربيين طب ما هو ما شافش ده كل يبقى فيه درس مهم قوي ازرع صح وتعب مش لازم تشوف بقى هيك زي ما قالها المسيح كثيرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبوا فأنتمش لازم تشوف بنفسك أنا أرسلتكم لتحصده ما لم تتعبوا درس رابع من التاريخ درس رابع أن التاريخ بيشهد أن الكنيسة الجامعة الكنيسة الصح اللي أصدها المسيح هي اللي معصومة بالروح القدس لأن المسيح قال أبواب الجحيم لن تقوا عليه ولكن لا يوجد إنسان مهما كان معصوم الوحيد المعصوم المسيح وجسده اللي هو الكنيسة كما قصدها المسيح الكنيسة الواحدة الجامعة يبقى هنا ده درس مهم ليه لأن الخروج عن إجماع الكنيسة وعن فكر الكنيسة الواحد بداية الضياعة دايما أي واحد في التاريخ مشي ورى دماغه وتفلسف زيادة وركن كل اللي قابله على جنب ده لازم هيبقى فريسة في إيد الشطان كلام ده ليك بقى تدور عليك أنت اللي عايش النهاردة اتعلم الدرس بلاس تمشي بدماغك وتركن الكنيسة وتقول الكنيسة ماشي غلط لا أستنى ما اللي عملوا كده ضعوا ضيعوا اللي حواليهم اتعلم الدرس أريوس ده لو كان خضع لأبوه القديس بوتروس وللقديس أليكسندروس ولا أسانس ما كانت الدنيا مشت كويس إنما كل دول طلعوا ورد مخهم حتى ولا ردبته الكهنوتية كانت تعصمه وبالتالي أنت كمان مهما حبيت البابا شنودة وحبيتها فلان وفلان دول في الآخر بشر وقد يخطئوا حبهم جدا وتعلم منهم جدا لكن ليست هناك اسمه لإنسان يبضل ده ما بدأ يحميك لأن التبعية العمياء يا ما ضيعت ناس في واحد يمشي وراء شخص بشكل أعمى حبيبي يمشي وراء المسيح طيب ما هو فوق الكل ويعرف قداسة فلان وفلان وفلان لكن احنا حتى أسانسوس وكيرولوس العظماء دول عمرنا ما قلنا عليهم معصومين من الخطأ هم بشر في التعليم سلموا التعليم اللي استلموا ومن هنا بنكن ليهم كل احترام كمان درس اتعلمناه من التاريخ ان التواضع يحمي اي معلم من الشطط يعني على فكرة فيها رطقة طلعوا بس ما وصلوش لمستوى الهرتقة يعني ايه واحد قال فكرة غلط فجم جابوه قالوله بص اللي بتقوله غلط عشان واحد اتنين ثلاثة يقول طب أخطيت انا ما كنتش عارف فعدت فيامى في التاريخ قصص من ان ناس ممكن يكون خنهم التعبير اساء فهم آية بس لما قالوا حاضر خلاص الدنيا مش شط فالتواضع هنا بيحمي الانسان من انه يشط ويلخبط لكن المتكبر مش هيقبل حد يعلمه ولا حد يقوله انت كنت غلطان فده درس من التاريخ انه خليك في الآخر تلميذ وخليك متواضع ما تقولش انا اكبر من الغلط كمان الثقة تبقى في الكنيسة ككل مش في شخص واحد احنا لما بنتكلم نقولش ابونا فلان بيقول ولا لا احنا بنقول الكنيسة بتقول والكنيسة بنمشي وقرها لكن مش بنمشي وقرها شخصيات لان الحكاية دي بقت موضة جديدة انه انا لبولس وانا لابولس ده خطر 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 على الناس وخطر على الشخص اللي بيكلموا عليه لانه ده ممكن يعني خلاص يشوف روح فيقزي نفس انما الشخص المتواضى مش هيقزي نفس درس اخر من التاريخ التمييز ضرورة ولكن الادانة خطئة يعني ايه يعني اتلاحظوا ان شعبنا الابطي او الشعب المسيحي عموما كان واعي للتعليم لانه في كل جيل لما كان تطلع فكرة غريبة تلاقي الشعب نفسه قلق واشتكى اذا الشعب نفسه بيميز لان خالي بالكم ما كانش فيه تواصل ميديا بقى وانترنت زمان فلما يكون كاهم في كنيسة بيقول وعزة مين هيسمعوا غشواتش الناس اللي قصادوا الناس دول كانوا يطلعوا للبطرة كيشتكوا يقولوا له اريوس بيقول كلام مش مريح ليه لان عندهم تمييز دي مشكلة من مشاكل الجيل اللي احنا فيه ده ان شعبنا الطيب اغلبه ما عندوش تمييز يعني ايه كل كلام ربنا كل كلام حلو طب الرهبان ما سأقولنا بلاش يدخلوا البيوت زيادة او بركة الجلبية السوداء بركة جلبية السوداء روح اشتري جلبية السوداء مش هتبقى بركة يعني طبعا كرامة الكهنود دي حاجة كبيرة خلي بالكم لكن بلاش الغاء العقل لانه ده بيضيع ناس فهنا نميز التمييز ده نعمة وحكمة وفضيلا لان الانجيل بيقول ويلن للقائلين عن الشر خيرا وعن الخير شر اذا كنا احنا في انجيلنا عارفين ان الانبياء غير معصومين واحد زي سليمان لخبط الدنيا وتجاوز ستات كتير وسانية وكان هيبخر للأوسان طب هو سليمان ده حاجة ليلة مش ده وعز وعز محدش وعزه وقال حكم محدش قالها فهو وقع وقعات وحشة خالص يبقى ما ينفعش كنا نقرب منه في مرحلة معينة نطلخبط ولا داود ولا موسى النبي ولا ابونا ابراهيم كل العظماء دول ليهم صغرات واخطاء اذا نخلي عندنا تمييز الواحد يميز الشخص ده فيه سلوك مش مريح ميز لكن غمض عينك وابعد عنه ما تعودش بقى تمأمأ يعني تركز بزيادة بعينك وضع التفعص في الموضوع لا دي ادانة الادانة خطيئة هو المولاه الكنيسة هي اللي تشوف شغلها معه ولما الكنيسة تاخد موقف من حد ما تعودش تقف انت حكم تالت كأنك انت اللي استئناف عندك الكنيسة اللي غلطانة ولا هو اللي غلطانة هو انت فهم حاجة اساسا عشان تدخل في الموضوع انت تصلي الروحك وليكش دعوة بالحاجات دي موضوع ما يخصكش خالص فهنا التاريخ بيعلمنا ان التمييز ضروري لانه بالجهل اللي كان عند ناس كتير فيه ناس بتطلخبط هلك شعبي من ايه من عدم المعرفة ميز التعليم وميز السلوك اديكم اثبات ليه تمييز السلوك مهم لان المسيح قال حاكم قال تعرفوا الانبياء الكذب الزاي من ثمارهم تعرفونهم من ثمارهم يبقى لازم واحد بيميز لانك لما تلاقي واحد بيوعظ او بيعمل معجزات بس كل هم الفلوس ما هي بينها هي يبقى الله يحركوا مش ربان من ثمارهم حياته لما تلاقيه بيكره كل الناس ومؤذي انما هو له ميزات معينة او كارزمة معينة حاسب من ثمارهم تعرفونهم لما تلاقيه ماشي بياخد الناس وراء وبيفصلهم عن الكنيسة من ثمارهم تعرفونهم لك لما تلاقي واحد زال بابا كيرولوس من ثمارهم تعرفونهم كله طواضع وكله صلاة وكله طيبة وبساطة لما تقوله الناس مع انه بيعمل معجزات ماشي عادي مقبولة لانه اكيد بيعلم تعليم مستقيم وعايش حياة مستقيمة فمش بعيد ربنا يديله الكرامات دي كله يبقى عندنا تمييز لان فيه ناس مش بتميز بتنبهر والانبهار ده يا ما بيضيع كمان السكوت عن التعليم الغريب يسمح بنشقق اكبر يعني للأسف في التاريخ هتكتشفوا ان بعض حتى البطاركة كانوا طيبين بزيادة فايه نظام ايه خلاص معلش عارفين كلمة معلش دي اللي خرب مصر دي لما بتدخل الكنيسة الزيادة ممكن تخرب التعليم انك تفضل تقول معلش 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 طيب والنتيجة ايه ان الشخص اللي بيعلم غلط ده سحب ناس كتير سحب ناس كتير وتعب الكنيسة فهنا السكوت والتأخير في الحكم الحقيقة في التاريخ علمنا ان ده بيزود المشاكل بيضخمها مش بيريح كمان الادانة عشان فيه ناس بتخاف منها وكويس ان احنا نخاف من الادانة بس الادانة هي خطية مرتبطة بحكتين كبرياء وعدم محب لو انت مش بتكره الشخص شايفه غلطان قول في بالك غلطان دي مش ادانة انت مش بتكره ولا انت شايف نفسك احسن من حد بس انت شايف اللي بيتقال غير اللي انت تعلمته خلاص انت خايف ليه دي مش ادانة دهش متمييز لان فيه ناس خوفا من الادانة مش عاوز اتميز لانه من كتر ما سمعوا واعزات عن الادانة خلطوا الفكرتين ببعض يعني انت تشوف واحد حرامي في الشغل وتقول يا عم انا ملياش دعوة انا محبش الادانة ده مش شغلك طب خليه ينهابك مش يبقى عندك مخ مش لازم تتركز وتميز وانت عملت تسرق ده تمييز ولا هتقول السرقة دي لا ده ما اصرش ده الفلوس ده خلت جيبه من غير ما يقصد ازاي يعني خلاص السرقة اسمها سرقة والغش اسمه غش والزنا اسمه زنا والتعليم الغلط اسمه تعليم غلط حط الحاجة في اسمها ده مش معنى انك انت بتكره حد ولا بدين حد الادانة معنى انت بقى شايف روحك احسن واحد وفيه كراهية لشخص تمييز كمان ضرورة الكنيسة لا ينبغي ان يكون لها هدف اخر الا خلاص النفوس ربنا يحمينا لان احنا احيانا ننزلق في اهتمامات خارج الهدف الاسمه الكنيسة مش شغلتها مالها الشغلة الا تاخد الناس للسمه في السكة بقى ممكن تعلمهم قرية وكتابة بس عشان يروحوا السمه في السكة ممكن تعمل نادي للشباب عشان تلمون في حضنها بدل الشرع اللي هيخدهم في حتة وحشة عشان يروحوا السمه لكن لو الكريسة هتتباهى في يوم من الايام انها بقت تعمل نادي يعني ينافس النوادي العالمية اللي هيحنا طلعنا برا الكنيسة دي مش شطار مش رسالة مش الهدف مش دور الكنيس هنا التمييز بقى مهم ان الواحد يقف كل شوي يسأل نفسه اللي احنا بنعمله ده يصب في الاخر فخلاص الناس ولا طلعنا برا الهدف لان هي مش المشاطارة ان احنا مس نعمل مستشفيات ومدارس لو الحاجات دي مش هتخدم الناس في اتجاه السمه يبقى مش دورنا مش رسالتنا ما نضيعش فيها وقتنا لان التاريخ علمنا ان في بعض الامور بدأت بشكل طيب لكن دخلت في حتة غلط في ناس بقى بحسم الكنيسة بتعمل بيزنس طب البيزنس ده راحة لفين والبيزنس ده بقى ايه لو مخالفاته ولو الفاليوز بتاعته هنا موقع يبقى الكذب الشطارة والرشوة شطارة وحاجات كتيرة طب وهي الكنيسة بتلعب اللعبة دي ربنا يحمينا مش مفروض طب احنا عاوزين ننصل لايه عاوزة كل شوية الواحد يقف يراجع موقف تاريخ كمان بيقول لنا ان الوحدة مش حلم بعيد لما نذاكر الالفين سنة هنلاقي منهم الربع الاول اول خمسمائة سنة كانت المسيحية مسيحية واحدة وعايشة زي ما المسيح قصدها وزي ما ابتدت بالرسل اتضربت في ارقام يعني المية وعشرين حط جنبهم سفر واثنين وثلاثة واربعة فبقوا عدة ملايين لكن لسه عندهم كل حاجة زي ما استلموه بيعمدوا بيعملوا قدسات وفي رهبنة وفي استشهاد وكل تعاليم المسيح معاش اذا فكرة ان الكنيسة او المسيحية ترجع واحد الناس يا اما مستعجلة عليها قوي يا اما مستبعدها خالص خلينا حكماء التاريخ يقولك انها مش حلم مستحيل لكن مش مشوار قصير ده مشوار طويل ليه لما تدرس ان 1500 سنة من الصراعات مش هيخلصوا في قعدتين ثلاثة لا ده فيه رصيد من الايه من الخلافات فالموضوع ما يتكرويتش وما يتكلفتش وما ينفعش ان احنا مجرد ان احنا يعني لار وقلبنا مفتوح لبعض يبقى خلاص وصلنا للوحد موضوع اكبر من كده كتير لانه لما تعرف ان فيه كنايس اتهدت كنايس طب صحيح هيسامحوا بعض بس هل سبب الخلاف تشال ولا ما تشالش ده الاهم من قولة نسامح بعض طب هنسامح بعض طبيعي لكن كمان يا ترى النقط اللي كان عليها الخلاف اللي وصلت لهذا المستوى من الزعل اتشالت ولا ما تشالتش فيبقى الوحدة تبان من التاريخ فاللي ذاكر التاريخ كويس اوي يقدر يفهم ويصلي لابونا البطرك وكل البطركة في العالم ربنا يساعدهم في المأمورية الصعبة اوي دي دي اخطر مأموري يرجعوا الكنيسة وحدة وساعتها تقدر تمشر العالم كله بشكل محايد كمان تعرف انه الوحدة معناها ان احنا نتمسك بفكر الاباء القدسين الوحدة لا يمكن تتحقق طول ما كل واحد بيطلع يفصر الانجيل بمزاجه دي عمالة تتمزع اكتر يعني الكنيسة عمالة تفرط كده وتتفك يوم بعد التاني طول ما في حرية مطلقة للتفسير والاجتهاد انما لازم نرجع لمرجعية واحدة هو ده اللي يخلينا واحد والمرجعية الوحدة دي مش فخر الكنيسة واحدة لان ساعتها ما كانش فيه طواف دي فخر الكل المسحي اللي هي القدسين الاوائل فالتاريخ يقولك انت عندك مرجعية ما تخرش الماء لانها مش شخص دول مئات من القدسين الاوائل اللي كلهم في بلاد مختلفة بيقولوا نفس التعليم بيفصروا الانجيل بنفس الطريقة عايشين المسحية زي الرسل بالزبط طيب خلاص انا هحطر لي يبقى هي دي المسحية الصحيحة كمان التاريخ يعلمني ان التواضع ضروري عشان السبب الأساسي للفرقة والانقسام كان دخول ايه الكبرياء او الزات او الانا او السلطة او الرغبة في الكراسي يبقى الحل الوحيد ان احنا نرجع كنيسة حقيقية واحدة ان الكل يتعلم من المسيح يقعد على الارض يخسر رجلين الناس ومن قلبه من غير تنازل عن العقيدة بس ما فيش الرغبة في العظمات ما فيش الرغبة في السيادة لو الكنيسة الابطية عاوزة تبقى الكنيسة الاولى في العالم يبقى ما فيش امل الكنيسة الابطية تبتحد مع اي كنيسة لو ده اللي بيحرك وهكذا نفس الكلام على اي كنيسة تاني لكن لو الكنيسة عاوزة تقدم العالم كله للمسيح بدون اي انتماء لأي لغة معينة يبقى هنا الغرض نقي يبقى فيه توضع بجد الواحدة كمان معناها نحن نحترم فضاء البعض يعني الواحد بيستغرب ان الناس مستقترة تشوف الحاجات الحلوة اللي عند الكاتوليك او عند البرستانتا ليه للدرجات دي ده ده اسمه تعصب وانت لما تلاقي واحد بيحب الانجيل وده عمره عشان ياخد الانجيل يدخلوا بلد ما فيهاش انجيل هو ده حاجة قليلة ينفع ان الكلام ده اكمنه مش تابعنا يعني الشخص ده يبقى وحش اتعلم منه انا مش بقولك اتعلم من ايمانه او عقيدته بس اللي عمله انت ما عملتوش سيخليك في الحق بقى حقاني لما نشوف مثلا رهبات الكاتوليك اللي راحوا بلاد العالم يعملوا في المزارس ومستشفيات ويعيشوا حياتهم بعد عن اهليهم وبيتعبوا جدا عشان يربوا شعوب على الاخلاق والفضل ما ديه ما هي دي حاجة قليلة مش ده تعليم مسيحي طب التعليم المسيحي لما ناس تعمله لازم كلنا نتعلم ونبص باحترام اذا الوحدة في الايمان نقرأ لكن التلمز على الفضائل نقرأ اخر لانه انا مرة بجيب سيرة الامة رزا واحد مسكني بهدلني بعض الوعز اللي هي الامة رزا ارثوديوكسية عشان تجيب سيرتها انا ما فكرتش خالص الحقيقة مس انا بحب الست دي او ومقتنع جدا بمدرسة لكن لما توصل ان احنا مش عاوزين نشوف حد غيرنا صح لا في حتة غلط فينا كده يبقى ده متعصب بجد انا مش بتكلم في العقيدة هنا في فرق بين الايمان لان قضية الايمان اغلب القدسين دول اللي عايشين للناس ما بينشغلوش بتفاصيلها زيكم كشعب طيب يعني ما يفهموش بالحاجات دي انا مرة قعد مع امنا ايريني بتقول يعني لا انا في اللهوت ما بتكلمش انا ملياش دعوا بالحاجات دي يقولوا بقى هنشوف ايه ونعمل ايه انا ما بعرفش انا خليني على قد اذا في قدسين كتار في الامور اللاهوتية بيسبوها للهوتية لكن بيحبوا المسيح اكتر مننا هل نحكم عن ناس دول ان هما بس عشان العقيدة اختلفت في جزن يبقوا احنا احسن احسن من انهي حتة بقى يبقى هنا العودة للتاريخ تخلي الواحد الامور واضحة في ذهنه يعني ايه الايمان عاوز اتفاقه والايمان القديم والاصيل شكله ايه كمان الناس اللي بتحب ربنا بتعمل ايه لا بصوا تفرج على كل الشعوب ربنا في كل حتة له ناس والناس بتحبه بجد وامناء معاه وايا كان انتماءتهم لازم انت تتعلم منهم لانه دول عمله اللي انت لسه انت ما عملتوش في قراءة التاريخ اخيرا اقول ايه كونوا حكماء كالحياة التاريخ يعلمنا انه نفتح عينينا شوي وان احنا لا نحتمي باهل العالم لانه مقساة من مقاسي تاريخ المسيحية ان المسيحية لما خلطت بالاباطرة والامراء لما قربت من الحتة العالمية دي تبهدلت تشوهت لما بقى السلطة المدنية في يد الكنيسة دي لخبطت الدنيا دي طلعت مسيحية غير اللي اصدها المسيح لان ربنا قال المملكتي ليست من هذا العالم لما بقت الكنيسة مسيطرة على بلاد معينة وبقى حكم البابا هو حكم فعلا يصل الى انه اكتر من الامبراطور او الامير لا تم كده خلاص بازت الحكاية واصبحت الفلوس بقى في يد الكنيسة الكنيسة الغلبانة بتاعت المسيح ما يزحش يبقى في ايديها الفلوس كتير لان الفلوس بتلخبط فالتاريخ بيعلمنا دروس ان احنا ما نقربش زيادة من الدنيا لانه ده هيلخبطنا التاريخ يقول لنا ما تصدقوش العالم يا ما العالم وعد الكنيسة بوعود ولحسها دي طبيعة الدنيا كده فالاباطرة كانوا يمشوا شوية وبعدين يقلبوا على على القديسين بتوعنا فالقديس اللي يحتمي في اسم كبير في الدنيا عمل حاجة غلط مش تحتمي فربنا الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء فالتاريخ بيعلمنا الثقة في ربنا واحده ايوا ربنا يبارك لفلان ويخلي فلان ويعمر بفلان ما فيش مساكل لكن في الآخر لا يعني البشر اللي ملهمش في المسيح هم بشر بشر يعني ايه يعني المصلحة هتحكم ويعني برضو ايه ممكن يقولوا كلمة ويرجعوا فيها عادي جدا دول مش ربنا لكن ربنا اللي بيقول كلمة ما بيرجعش فيها ولو ما كانش المسيح واحده هو الهدف يبقى لازم الشيطان هيدخل ويحط اهداف اخر دماء الشهداء لا تذهب هباء احنا بنتأذى او بنتعب لما بنشوف تاريخ مليان دم ومليان تعب ومليان حر ومليان غلب انما الكنيسة بتجبر مش بتظهر فالواحد ما تخطش تاريخ بيقول ان الوجع ده كله ضروري للنمو الوجع ضروري للنمو وعلى فكرة انسانيا القعدة دي صح يعني مرة كنت بقى ركتاب في التربية لواحد مشهور يعني بيقول اوجع ابنك لانه لو ما توجعش طول عمره هيفضل غير ناضج واجعوا جزء من تكوينه لازم يتوجع في وقت لان الحياة بتوجع فلو ما توجعش مرة واثنين وثلاثة ده بيترمي في عالم هيتوه فيه مش هيعرف يعيش الكنيسة كمان عشان تبقى كنيسة ناضجة واجعت وهتفضل تتوجع فالدماء دي جزء من قيمة الكنيسة العظمة وكمان ربنا بينتقم لولاده يعني مش معنى ان فيه مثلا داعش وفيه فترة وفيه فيه لا لا ربنا كل حاجة حسب لها وقته هتاخد وقتها وبعد كده هينتقم ربنا لحق ولاده عادي لكن هتبقى حلقة من التاريخ هتيجي حلقة تاني بناس تاني غير دول يكملوا لانه هي القصة مكملة الخير بيزيد والشر بيزيد التمسك بالإيمان والجهات حتى الدم يعني احنا دورنا ان احنا نبقى مستعدين للسماء مهما كلفتنا تاريخ علمنا كده احنا كنيسة شهداء يعني ايه يعني لو ما استسهدناش على الاقل مستعدين للتعب مش متوقعين في حياتنا الرح مش متوقعين ان العالم هيسقف لنا وهيوافق على تفكرنا احنا هنفضل متوقعين الرفض والتعب لانه التاريخ علنا كده انه ده طبيعة كل المسيحيين لإلهنا كل مجد وكرام